موسيقى بدأت قوات يدعمها التحالف بقيادة السعودية اليوم الأربعاء هجوما على مدينة الحديدة الساحلية في اليمن في أكبر معركة في الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات وقالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في بيان أصدره مكتبها الإعلامي إن طائرات والسفن التحالف تنفذ ضربات تستهدف تحصينات الحوثيين دعما لعمليات القوات اليمنية البرية التي احتشدت جنوبي أكبر موانئ البلاد وبدأت عملية يطلق عليها النصر الذهبي بعد انتهاء مهلة حددتها الإمارات للحوثيين لتسليم الميناء الوحيد الخاضع لسيطرتهم والحديدة المطلة على البحر الأحمر أكبر ميناء يمني يمثل شران حياة لليمنيين إذ يستقبل 80% من السلع الأساسية القادمة إلى البلد الفقير والذي تقول الأمم المتحدة إنه يصارع أكبر أزمة إنسانية في العالم